اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية تصوير الاوعية التاجية مقدمة يعاني بعض الناس من مشاكل خطيرة في القلب والشرايين التي تغديه تساعد الصورة الوعائية الاطباء على تفحص الاوعية الدموية في القلب اذا اوص الطبيب باجراء تصوير الاوعية التاجية فان القرار بقبول ذلك او رفضه يعود للمريض ايضا يساعد هذا البرنامج التثقيفي على تحقيق فهم افضل لفوائد ومخاطر هذا الاجراء التشريح ان القلب هو العضلة الاكثر اهمية في الجسم ووظيفته الرئيسية هي ضخ الدم الى الرئتين وباقي اعضاء الجسم بما ان القلب نسيج حي فهو يحتاج الى الدم شأنه في ذلك شأن باقي اعضاء الجسم يقوم القلب بدخ الدم الى نفسه عبر كثير من الاوعية الدموية التي تذهب مواشرة الى عدلة القلب وتسمى الشرايين التاجية الاعراض واسبابها تتكدس رواسب الكوليسترول في الشرايين التاجية مشكلة لويحة وهي التي تؤدي الى تضيق الشريان لا تسمح الشرايين المتضيقة بمرور كمية كافية من الدم خلالها وهذا ما يؤدي الى انخفاض تدفق الدم الى العضلة القلبية الامر الذي قد يؤدي بدوره الى حدوث النوبات القلبية هذا هو مقطع عرضي في وعاء دموي طبيعي هذا هو مقطع عرضي في وعاء دموي طبيعي اما هذا فهو مقطع عرضي في وعاء دموي مسدود بواسطة لويحة عندما يتناقص تدفق الدم بشكل ملحوظ بسبب رواسب الكوليسترول فان القلب يصبح عاجزا عن مماشات الجهود المتزايدة واذا مزدادت الامور سوءا او انغلق الشريان التاجي فان القلب قد يتأذى ان التصوير الوعائي اختبار يساعد على رؤية اللويحة في الشرايين التاجية كما يساعد على كشف اي تضيق او انسداد فيها ان الاختبارات الاخرى كتخطيط القلب الكهربائي او مراقبة ضربات القلب وتسجيلها يمكن ان تسمح للطبيب بالاشتباه بوجود انسداد في الشرايين التاجية ولكنها لا تسمح له برؤية الاوعية الدموية اما تصوير الاوعية التاجية فهو الفحص الموثوق الوحيد الذي يظهر اوعية القلب الدموية برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الاجراء قد يطلب الطبيب من المريض ان لا يأكل او يشرب قبل هذا الاجراء بعدة ساعات اي ان لا يأكل او يشرب بعد منتصف الليل اذا كانت هذه العملية ستجرى في الصباح التالي مثلا ويقوم الطبيب خلال التصوير بفحص الشرايين التاجية بحثا عن انسدادات يمكن ان يتم التصوير الوعائي وفق قواعد المرضى الخارجيين اي ان المريض يستطيع الذهاب الى بيته بعد انتهاء هذا الفحص يتم هذا الاجراء والمريض واعن كما انه اجراء غير مؤلم عمليا سوف يطلب من المريض ان يستلقي على طاولة جهاز الاشعة السينية ويتم مراقبة نبض القلب وضغط الدم والعلامات الحيوية بشكل مستمر اثناء اجراء الفحص ثم يتم تطهير المنطقة الاوربية وتخديرها بمخدر موضعي ثم تدخل القسطرة في الشريان من خلال جلد الفخ وتشق طريقها صعودا باتجاه الشرايين التاجية وقد يقوم الطبيب في بعض الاحيان باتخال القسطرة عبر شريان كبير في الابط بدلا من المنطقة الاوربية ويعتمد ذلك على حالة الشرايين وتخدير الطبيب وعندما اتصل القسطرة الى الشرايين التاجية يقوم الطبيب بحقن الصبغة بينما يتم التقاط صور بالاشعة السينية اثناء ذلك يجب ان يحافظ المريض على الهدوء التام اثناء التصوير وذلك للسماح بالحصول على صور جيدة وواضحة واذا ما لاحظ الطبيب وجود انسداد فانه سينصح بازالته بواسطة البالون او اداة اخرى اذا كان ذلك ممكنا تسمى عملية فتح الانسداد بواسطة البالون رأب الوعاء وبعد انتهاء عملية التصوير ورأب الوعاء اذا كان ضروريا يتم اخراج القسطرة ويطلب من المريض الاستلقاء بشكل مستوى وعدم ثني رجله وذلك للوقاية من النسف من الموقع الذي دخلت منه القسطرة يحتاج المريض للاستلقاء ما يقارب الساعة فقط اذا استخدم اختصاصي القلبية اداة خاصة لاغلاق الشريان اما اذا لم يستخدمها فان على المريض ان يبقى مستلقيا حوالي ثماني ساعات كما ان عليه ان لا يثني رجله في الجهة التي تمت فيها العملية يحتاج المريض الى اصطحاب شخص اخر يساعده على الرجوع الى البيت لانه قد لا يكون قادرا على قيادة السيارة بنفسه بعد العملية المخاطر والمضاعفات ان هذا الاجراء امن ولكن هناك بعض المخاطر والمضاعفات الممكنة الحدوث صحيح انها مستبعدة لكنها تظل ممكنة رغم ذلك ويجب ان يعرف المريض هذه المخاطر تحسبا لحدوثها فمن خلال معرفتها يصبح قادرا على مساعدة الطبيب في الكشف عن المضاعفات فور حدوثها تستخدم الاشعة الصينية في هذا الاجراء ان كمية الاشعاع التي يتعرض لها المريض تحتبر امنة ولكن هذه الكمية نفسها قد تكون ضارة بالجنين لذلك على المرأة ان تتأكد من انها ليست حاملا قبل التعرض لاي فحص شعاعي اختياري يمكن ان يؤدي تصوير الاوعية التاجية في حالات نادرة الى حدوث نوبة قلبية الامر الذي يتطلب اجراء عملية رأب وعاء غير محسوبة او حتى جراحة قلب مفتوح للمريض يمكن ان تسبب القسطرة الموضوعة في الشريان في حالات نادرة اصابة هذا الشريان او غيره من شرايين الجسم مما يؤدي الى تناقص كمية الدم التي تتدفق الى الساق او الذراع الذي حصلت فيه الاصابة الامر الذي يحتاج الى اجراء عملية جراحية لاعادة جريان الدم الى طبيعته قد يؤدي ادخال القسطرة ايضا الى اصابة عصب ما في الذراع او الساق ويعتمد ذلك على المكان الذي جرى فيه الوخذ في البداية يعاني بعض الناس من حساسية تجاه صبغة اليود المستعملة في هذا الفحص لذلك على المريض التأكد من اخبار طبيبه حول مشاكله التحسسية وحول اي تفاعلات محتملة تجاه اي نوع من الصبغات سبق ان تعرض لها في الماضي يمكن ان تسبب الصبغة حدوث فشل كلوي عند بعض الناس لذا يجب اخبار الطبيب حول اي مشاكل كلوية يعاني منها المريض قد يكون المريض في هذه الحالة في خطر اعلى الى حد ما قبل الفحص قد يطلب الطبيب من مريضه ان يتوقف عن تناول الميتفورمين وبعدم استخدامه لمدة 48 ساعة بعد الفحص وذلك لتقليل احتمالية الاصابة بمشكلات الكليا والميتفورمين هو دواء خافض لسكر الدم ومن اسمائه التجارية بلوكوفيج وعلى العموم من المهم اخبار الطبيب عن اية ادوية يتناولها المريض ماذا بعد التصوير الوعائي؟ يحتاج المريض للاستلقاء ما يقارب الساعة فقط اذا استخدم اختصاصي القلبية اداة خاصة لاغلاق الشريان اما اذا لم يستخدمها فان على المريض ان يبقى مستلقيا حوالي 8 ساعات كما ان عليه ان لا يثني رجله في الجهة التي تمت فيها العملية تقوم الممرضة بتزويد المريض بما يسمى تعليمات التخرج وهي تتضمن رقم هاتف يستطيع المريض استعماله في الحالات الطارئة يجب ان يطلب المريض هذا الرقم في حال ظهور اية اعراض جديدة لديه كالاحمرار او الحمى او الخدر او الوهن او التورم او النسف من مكان الوخزة يجب على المريض التوجه الى اقرب غرفة طوارئ اذا شعر بالم في الصدر او صعوبة في التنفس او الم في الذراع او اضطراب في ضربات القلب اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة ان تصوير الاوعية التاجية فحص يساعد الاطباء على تفحص الاوعية الدموية في القلب يقوم الطبيب في هذا الفحص بحقن صبغة ضمن الشرايين التاجية ليصبح من الممكن تصويرها بالاشعة السينية ان التصوير الوعائي هو افضل وسيلة لاكتشاف فيما اذا كانت الشرايين مغلقة او متضيقة بسبب لويحة ربما ينصح الطبيب باجراء عملية رأب الوعاء اذا وجد ان احد الشرايين التاجية مسدودا ان رأب الوعاء هو اجراء يسمح للطبيب بفتح الشرايين المتضيقة في القلب يناقش الطبيب عادة نتائج التصوير الوعائي واحتمالات المعالجة المتاحة مع المريض ان تصوير الاوعية التاجية اجراء امن جدا كما ان المخاطر والمضاعفات نادرة جدا ان معرفة المريض بهذه المخاطر والمضاعفات تساعده على اكتشافها مبكرا في حال حدوثها شكرا لاستخدامكم برنامج اكسفلين شكرا لاستخدامكم برنامج اشتركوا في القلب